نتحدث عن لقاء دولة بهدشلي بأحمد داود أغلو ودولة بهدشلي شدد لأحمد داود أغلو على أنه قيمة كبيرة وعلى أن تركيا دائما وأبدا تود الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها إذن نحن نتحدث عن محاولة للاتحاد بين كل القوى الوطنية التركية من أجل مواجهة الأخطار الإسرائيلية وبالأمس الرئيس أردوغان قرر عن طريق محاميه سحب كل الدعاوة المقامة والمقدمة ضد ميرال أكشنار زعيمة حزب الجيد السابقة القيادية الكبيرة بالمعارضة التركية خطوات إيجابية من الجميع إن شاء الله تجني الدولة التركية سمارها في القريب العاجل طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا توقيف رئيس بلدية سينيورت بتهمة الانتماء للبكي كيه الإرهابي ترجمة نانسي قنقر